اجتماع حول اليمن لكنه خلا من اليمنيين هذا ما بدى عليه حال اللجنة الرباعية مضافا إليها عمان المجتمع في لندن الاجتماع ناقش وضع تعديلات طفيفة على خارطة الطريق لحل الأزمة في اليمن بصورة نهائية ولإنهاء الصراع بحسب بيان صادر عن اللجنة ضرورة أن تبدي جميع الأطراف المرونة وتتخلى عن الشروط المسبقة والتجاوب مع مقترحات المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد غير أن هذا الأخير بدى غائبا أو مغيبا عن المشهد ناهيك عن ظهوره مشغولا بالتقاط صور مع لوب الإنقلابيين احتمالات التسوية التي تمضي بعيدا عن مرجعيات السلام المتفق عليها ومساعي الحلول التي تمضيهي الأخرى بمعزل عن اليمن ذاتها تبدو لكثير من اليمنيين شعبيا ورسميا كحلول منقوصة وخطوات عرجاء ولسان حالهم أن سلاما لا يلبي شروط اليمنيين ولا يبنى على المرجعيات الأممية وما اتفق عليها من مضامين يظل سلاما مجتزئا موقف ينسجم مع ما قاله الرئيس هادي سابقا أن مرجعيات السلام واضحة وأكده وزير الخارجية عبد الملك المخلافي الذي أعرب عن رفضه لأي حل خارج الأمم المتحدة والمرجعيات الثلاث مؤكدا في المقابل أن الحكومة اليمنية تحتفظ بحقها في تقييم نتائج أي اجتماعات دولية لا تشارك فيها لتحديد موقفها قبولا أو رفضا إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الخاص للأمم المتحدة في اليمن شوكة التسويات السياسية يبدو غائبا عن المشهد وتداعياته الأخيرة رغم الدعوات التي حملت في مضامينها حلولا سياسية ومعالجات إنسانية في سبيل التوصل لحل سياسي طويل الأمد ينهي الصراع في اليمن غير أن الوضع الإنساني وإن بدى مهيمنا على أجندات المؤتمرات حول اليمن منذ ثلاث سنوات يظل العمل فيه أقرب لذر رماد على عيون الفقراء ومن أكلت الحرب قوتهم